وصلت اللحظة اللي تنتظرونها مديرنا محمد بيختبر البي سي الجديد ويشغل العاب بدقة 8K زي ما اتفقنا يا حسين كل شي بتوريني 8K اليوم انا وعدت الشباب صراحة البي سي شغل 8K عندك بالدرز جيت 8K 8K يبدأ حار حار بالدرز جيت اللعبة اللي اصلا سويت البي سي عشان فنشوف اللعبة كيف شغالها 8K مع بعض طبعا منصيد الحركات اللي مسويها حسين هنا منطقة البداية فيها مؤثرات قوية وانا مقرب بالصورة نشوف اللي ضاعها الشخصية اللي يشوف طبعا الفريمات طالعة على الشاشة الفريمات حاليا يعني على الستين فريم يعني 8K الحالها شي جبار 8K وستين اطار شي رهيب جدا ناخد نظرة على العدادات شويت فينا الريزولوشن كم؟ 7,680 8K حق والله صراحة جاب 8K اوكي الريفريش ريت ستين تريبل بوفرينج فريم ريت كاب اوف اوكي الديال اس اس ألترا برفورمانس طي الديال اس اس تقدر تضبطه انت يا برفورمانس يا ثاني وش اسمه كوالتي ايضا برفورمانس ألترا يعني هذا اللي مساعدنا نجيب ستين فريم طبعا الاعدادات والله ما شاء الله هاي هاي ألترا هاي مشغلة على شي انا شغلت على الديال بس طبعا كل الشغل على الديال اس اس هو اللي يعني ممشي الموضوع اللا هي تقنية جبارة تعرفون ايش يعني قاعدة لعبات كاي يعني نجيب بثنين بيس فاي فكذا مع بعض ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا كرت الشاشة اللي مستخدمينها RTX 4080 اسو ستوف قيمين شوف المؤثرات معي شوف الدخان شوف الناعر يعني هذي اللعبة من جدي يعني ما تعوب عليها صراحة انا كنت بتحمس اول ما انزلت بولدرس جيت بس كنت مني لعبها كونسل فاسترفت جهاز كالبيوتر كان موجود هنا في الشركة وبس ما اعطاني يلا شوي الشباب عشان كانوا يحتاجونه بشي ثانيا هذا المنظر كذا يا فرنية بالـ 8K فوعد طبيعا رائع جدا يا ري طبعا انتو تخيلوا ان الجهاز اللي بنوني يا الشباب يشغل 8K 60 اطار على الالترا سيتنج على لعبة زي بولدرس جيت توحى نازلة طب اللي بيلعب 4K و 2K يعني ما شاء الله قدرات الجهاز ما شاء الله تبارك الله نشغل على 4K نقدر نشغل بأعلى الاعدادات مع الريت ريسنج مع اطارات عالية بدون دلسس لا الهاننا عندنا دلسس دلسس كواليتي نحتاج الدلسس يا عمديد طبعا هذه بولدرس جيت بس خلنجرب الألعاب ثانية انا كتبت لكم في تويتر قلت لكم وش الألعاب اللي تبوني نجربها بنجرب بعض الألعاب اللي ذكرها الشباب ونشوف كيف العداء بعد معها لانا مو موقع الصراحة لعبة واحدة ما مكارة جديدة صحيح اذا اللعبة الثانية اللي بنجربها اللعبة طلبها الكثيرين ألان ويك وانا أخوي صراحة بخصوص جفته يلعبها في البيت كان قاعد يلعب على البي سي وقال للعبة ثقيلة مرة فسالفة لنا نشغلها 8K انا اتهدت فيه حسين صراحة و بتشوفوه معانا ألان ويك 2 وشغلناها 8K بأكثر عددات قدرنا عليها اقصم بالله يعني انا يمكن ما كتبه صدك لكن سيقع خليم لازم نشوفوه معي اوكي تابشينز اوكي غرافيكس عشان نتأكد طيب شوفوه معي رزولوشن فوق كم 7680 x 4320 8K تمام طيب فيه الرندر رزولوشن هذا يأثر ولمان دخل تابع على الDLSS اوكي و الباقي الاعدادات اعداداتها على الميديم طبعا لنا اللعبة ثقيلة بس يعني من ميديم لهاي اغلب الاشياء تمام فهذه ايضا تعتبر ايش شي جبار بس برضو معي شوفوا اللعبة شوفوها من تصوير التلفزيون وتخيلوا معي بس قد ايش اللعبة يعني يشوفو على قدمة عشرح هذا ماشي مو شي تقدرون نشوفونا بالكاميرا لكن اللعبة طالعة جبارة جبارة يعني اقسم بالله الاضاءة المكان رزولوشن العالي 8K يفرج والله يفرج اقسم بالله لما تطالع والمكان يعني مليان يعني مكان فاضي ما شاء الله شجر وتصميم شخصية لعبة تعلن ويك تو اصلا فازت معنا بجائزة افضل مظهر رسومي في جواستر وقيمك فيعني نتكلم عن احلى لعبة مظهرا وقرافيكس في السنة كلها وقاعدين نشغلها 8K صراحة اهنيكم برافو عليكم قدرنا الى الامام الى الامام الى الامام هذه الانوايك تو خلنا نروح لعبا بعدها الان جلسين نلعب ديابلو فور واحدة من الالعاب الحديثة تعتبر طبعا نحسين قاعد يلعب الان قدامكم الفريمات 60 فريم قاعدة تعطينا والدقة 8K الآن نشغل الاعدادات عشان ايش نتأكد نحسين وقاعد يلعب علينا بعد ونشوف الابشن قدامنا طبعا 8K شوفها 7680 في 4320 الاعدادات medium small ننزل هنا اه اوكي تحت ديال اس اس سعود رزولوشن الترابر فورم اي واحد يبغى يركز على يعني على الفريمات يحط الترابر فورم طبعا هذه زيها زي بالدرز قيت ما شاء الله سكناها هاي اعلى شيء كل شيء وما شاء الله عطتنا 8K وعلى 6 الاطار شيء عجيب صراحة انا شيء ما توقعته تظلنا عجزة الكونسل تعطيك 4K ويمكن مو 4K بعد و30 اطار وح يلا على على مهلها بس ما شاء الله البيسين اللي سوالي يا الشباب جبار شكرا شكرا فهد وحسين فهدين عجبية قاعد يتفرج وشكرا ما قصروا صراحة انهم ضبطوني بدأ الجهاز اذا هذي كانت تجربتي وطبعا راضي 100% كانوا قد التحدي الشباب اعطوني 8K و60 اطار بعد وطبعا هذا كله يعني مع تقنيات انفيديا ديال اس اس تقنية خرافية فعلا يعني راح غيرت الجيمينج بشكل كبير جدا تقنيا وخلتنا نسوي اشياء عجيبة ما كنا نتوقع ان الهاردوير الحالي يقدر يسويها فشي عجيب انا حين بروح بقش جهازي بروح اكمل بلدرس جيت ان شاء الله واستمتع فيها وانتظروا رأيي عنها ان شاء الله اشاركه معكم بعدين تكمل عافية حسين فهد شباب الله يرسيك ومع السلعة